هذا الكتاب هو القرآن الكريم كتابنا الأغلى والأثمن رمز عزتنا وسبب فخرنا والتباهي بين الأمم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الكتاب هذا الكتاب فيه الكلام الأغلى والأثمن كلام الله عز وجل تبارك وتعالى فلتسقط السويد وشعبها وأرضها وقيادتها على فعلتها التي تكررها في كل عام وهذه المرة فعلوها أمام المسجد في أول أيام عيد الأضحى المبارك ويحرق القرآن الكريم والاعتداء على هذا الكتاب فعلا لا تغتفر أبدا فكل الحب للشعب العراقي الذي اقتحهم السفار السويدية اليوم وللأردن وتركيا ومصر والمغرب وكل الدول العربية التي استدعت سفراءها من هذه الدولة التي أصبحت عدوة لنا ونعلم أن الكلام بحق دولة مثل ذلك لا يكفي لكن عندما نرى صمت الدول العربية والإسلامية فنعلم مدى صعوبة هذا الكلام وأيضا نعلم لمقاطعة المنتجات السويدية ولمقاطعة كل ما هو سويدي ولمقاطعة هذه الدولة ورد عليها بشتى أنواع الطرق إلا قرآننا الكريم إلا كتابنا الأغلى والأثمن ترجمة نانسي قنقر